ترجمة نانسي قنقر وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم الشباب البحريني لا يكاد يخلو حديث لجلالة الملك المفدى دون ذكر إسهامات الشباب ودورهم الرائد في عملية البناء والتحديث ودائما ما يوجه جلالته أصحاب المسؤولية والاختصاص بضرورة تحقيق تطلعات الشباب وآمالهم وضرورة الاستثمار في الشباب باعتبارهم استثمارا للوطن حتى أصبح شباب البحرين نخبة من الشباب العالمي المتميزين وأشار سموه أن الاهتمام اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالقطاع الشبابي في البحرين كان واضحا من خلال تضمين أولويات الشباب في برنامج عمل الحكومة الأمر الذي ساهم في صناعة جيل من الشباب قادر على قيادة مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة وتابع سموه يعتبر يوم الشباب البحريني يوما وطنيا مهما في تاريخ مملكة البحرين لما له من دلالات كثيرة لاستذكار عظمة الشباب البحريني ومعطيات الإنجازات التي حققها على المستوى المحلي والخارجي وندرك تماما في هذا اليوم حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق شبابنا ونحن على ثقة تامة بأن الشباب هم الأقدر على الإنجاز بنات المستقبل الذي نصب إليه لذا نوص الشباب البحريني بضرورة المحافظة على مقدرات المملكة وإنجازاتها والعمل على تعزيز دورها كنموذج للتعايش الإنساني وواحة الأمن والأمان وصون المنجزات الحضارية والتنموية للمملكة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد للشباب البحريني إن البحرين غنية بكم ورهان عليكم مضمون وإن الاستثمار بكم يعني الاستثمار في مستقبل الوطن وثمن سموه الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة على دورهم الرياضي في خدمة القطاع الشبابي والرياضي اشتركوا في القناة